توجه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي ثراء في الظهران ثلاثة تفائزين بجائزة قارئ العام في ختام مسابقة القراءة اقرأ بحضور نخبة من المفكرين والمثقفين والروائيين والأدباء العرب وجمهور من عشاق القراءة من مختلف العمر رحلة مليئة بالمنافسة والدهشة عبر الاستكشاف بشخصيات ملهمة في مجالات السياسة والعلوم والصناعة والأعمال ونجاح استمر لخمس سنوات متتالية في تبادل المعرفة اختتمت مسابقة القراءة في المملكة العربية السعودية أقرأ التي تعد إحدى أهم مبادرات إثراء التي نظمها مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي للتحفيز على حب القراءة ومهارات الخطابة عن طريق القراءة يستطيع الشخص ليس فقط زادت معرفته الذاتية ولكن أيضا التواصل مع حضارات العالم وهذه السنة في سنتها الخامسة نحتفل بأنها تعقد لأول مرة في المركز عبد العزيز في إثراء لأول مرة ومتشرفين جدا بالمتسابقين اللي قضوا مشوار على مدى سنة كاملة مراحل متعددة من التصفية وجولات إثرائية متنوعة إلى أن يصل إلى هذه المنصة اليوم لتوج الفائز من كل مرحلة بلقب قارئ العام كان هناك إضافة مهمة جددا كبيرة على مستوى مسابقة تقرأ أن يستطيع المشاركة فيها السعوديين وغير السعوديين وأعتقد أن هذا يعطي فكرة بسيطة أن القراءة هم مشترك هناك اهتمام كبير جدا من كل الناس بمختلف مشاربهم وإيمانا بالقراءة ودورها في صناعة الثقافة لمع نجوم شباب من مختلف المناطق والمدن السعودية بعدما راحل تم اجتيازها للوصول إلى المراكز الأولى وعاشوا أعمارا فوق أعمارهم عبر النفخ في روح النصوص العتيقة التي لامسوها فوجدوها شبابهم الناهف الكاتب حتى حينما يكتب لنفسي فهو أيضا يكتب للآخرين فكتبت هذا النص وكنت أعرضه على من حولي سواء على الأهل وعلى الأصدقاء وكنت أسمع منهم ثناء كبير جدا على فكرة النص وأيضا اقتراحات تطوير بعض الأفكار الموجودة في النص حتى وصل إلى هذه الصورة التي استحققت به هذه الجائسة الملتقة كان أهم مرحلة أنا تعلمت منها شيء كثير وبتم أثرها منقوش على قلبي لمدى الحياة ومن مصابقة أقرأ بشكل عام راح أبدأني أتطور في القراءة المسابقة هي صحيح أنها تجربة العمر الواحد لكن ستل هي خلاص بتحت لك الأبواب فالاستمرار حيكون مسؤوليتك أنت وبما أنك أنت الآن بحثت عن شغفك فالمفروض أن الاستمرار هذا هو المطلوب الآن القراءة لا تقتصر على الكتاب والثقافة أبوابها مفتوحة للجميع أنا من زمان عن المسرح ورجعت لي تجارب المسرح وأنا صغيرة وحمد الله أحس أني ممنونة وشاكرة لهم أنه أنا رجعت على المسرح وتأتي مسابقة أقرأ السنوية لتكتشف مواهب الشباب المختلفة ودرجة الوعي والإطلاع لديهم كما أنها ترصد الجوائز القيمة لأصحاب الإبداع والابتكار مسيرة شبابية حفزت هؤلاء على صناعة الإبداع وشقف التحدي فعلى مدار خمس سنوات من التألق الفريد الذي نقش في نفوسهم أخذهم من كونهم متنقين للمعرفة إلى منتجين لها طلال نايف لمركز الأخبار تفزيون البحرين من المملكة العربية السعودية الظهران